اشتركوا في القناة ونلقى واحد الفيديو لشكل واحد لمفاجأة كبيرة بزاف فاجأني بزاف هاد الفيديو هاد اللي عنا تقسم معكم دفا انا كمغربي فاجأني ولكن زعماء جبهة البوليزاريو وخاصة الزعيم ديال الكبير ابراهيم غالي غديشكله صدمة وصدمة قوية غديبي الحقيقة ديال هاد الناس هادو سواء الزعيم الكبير ديالهم سواء لكي دعموها هاد الناس هادو لانهما كينادي وكيقولوا بان الشعب الصحراوي باغي الاستقلال دياله عن المغرب وباغي يشكل دولة دياله حرة مستقلة ولكن الحقيقة كتثبت العكس ديالي اشتهادك بما انهم يعني الناس اللي محتجزينهم في سندوف ما كان عارفوش حقيقة ديالهم فعندي فيديو مصرب لكي روش موقع التوصل الاجتماعي اللي الزعيم ديالهم ابراهيم غالي الرخيص الى شفوه غدي تصبي صدمة قوية وخاصة بعد خروج دياله الاعلام الاخير اللي كيقول وكينادي بان الشعب الصحراوي باغي الاستقلال وكينادي باستفتاء للادر استفتاء كن اكيد انك هتحصر المعركة هنتقسم معكم هاد المقطع ديال الفيديو اللي غاتشوفوا الولاء ديال الشعب الصحراوي للمالك وللوطن الولاء الحقيقي واللي انهم كيعترفوا بانهم مغاربة وكينتميوا للمغارب وهاتشي اللي ما كيخلي مناش انهم نشوف شوفوا مع هاد المقطع هذا ونكمل الفيديو ديالنا اذا كيف ما شفتوا معي فيديو مسرب من قلب تيندوف الشعب الصحراوي الحر المظلوم والمغلوب على امره يعني هذا شنو كيبيلكم من قلب تيندوف الشعب الصحراوي كينادي وكيقول عاش الملك كينادي وكيقول عاش الملك كيتبت الانتماء دياله للمملكة المغربية الشريفة الشعب الصحراوي حر يعني محتجز وليس بإرادته والزعيم ديالهم ابراهيم الرخيص كيقول بان الشعب الصحراوي كينادي بالاستقلال الاستقلال ينادي به فقط الزعيم والمورتزقة اللي خدامين على القضية الصحراوية والدعم ديال جنرالات ديال الجزائر مع الاسب الشديد ما احترامي للشعب الجزائري طبعا فشنو كيبيينكم الاخوان ان الشعب الصحراوي هو شعب يعترف بمغربيته يعترف بانتمائه للمملكة المغربية الشريفة والعكس اللي كيصوروناهما واللي كيقولوهما كيتبت مشيهادك والحقيقة اللي هي فعلا كينا ان الشعب يعني الصحراوي باغي يرجع نبلاده الاصلة هي المغرب وباغي يكون يعني يكون يعني جزء لا يتجزء من المغرب وهذه ضربة قوية وقادية للزعيم ديالجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي والمورتزي قابسي فعامة اللي كي تزروا في قضية الصحراء المغربية واللي كي يخدوا عليها فلوس كتير من المساعدات الدولية كي سرقوا المساعدات الدولية وكي تزروا في جميع الدول وكي ياخدوا الدعم وكي ضربوا في الجيم ديالهم فقط من أجل مصلحتهم الخاصة وليس من أجل من أجل مصلحة الشعب الصحراوي كما ينادون يعني هم يخدمون أجنداتهم ويخدمون يعني مصالحهم الشخصية وكي شرعوا الديور وكي يديروا استمارات خارج والبلاد وكي يديروا الفلوس ما شيء من أجل الشعب المحتجز اللي كما كي يقولهما ولي كما كي يطلقوا الدعاية هذا الفيديو هذا هو فيديو صادم صراحة فيديو صادم بمعنى الكلمة لأنه يا شفوا هادي الفيديو هذا إبراهيم غالي غادي تصدم اللي خلني أنني نتفاجأ بزاف هو أن غير البارح غير البارح النيت الزعيم دي البوزاري إبراهيم غالي خرج واحد صراح لواحد القناة بلما نسمي الاسم دي لها وشرته على الفيسبوك يتكلم على الشعب الصحراوي وعلى أنه يعني تظلم في حقه وأن يعني المغرب هو مستعمير والمغرب يعني ظالم وأن الشعب الصحراوي اللي يدير استفتاء هو غادي يكون رابح لأنه متيقا كيقول أنا متأكد من رغبة الشعب الصحراوي في الاستقلال هو كيقول متأكد ولكن ما نسع بأنه كينا الناس اللي كتغوتوا كتقول عاشا الملك وعاشا الوطن وبغا ترجع الوطن ديلا طبعا المغرب كما العادة كما كتعرفوا دائما وكيف ما كان هاديش حال دائما كنعرفوا المقول اللي معروفة أنه إن الوطن غافور رحيم يعني أي واحد من هاد الناس هادو المحتجزين اللي حاصلين بغاو يرجعوا للبلاد فالمغرب دائما غيكون غافور رحيم لدناس هادو غاد يرحب بهم وهذا يشكلوا يعني لا يتجزء من الشعب المغربي الحر طبعا هذه إن شاء الله يعني بداية دي التسريبات وكنت تمنى أن تكون تسريبات أخرى اللي غاد تكون غتلعف في صالح القادية الصحراء المغربية وخاصة في الأمم المتحدة الملف اللي كينتماء لأن كل ما كتاروا فيديوهات بحلكة وكل ما كتار يعني انتماء بحلكة للبلد الأم فهذا غادي يدعم القادية دي الصحراء المغربية وغادي تأخذها وغادي ترجع يعني الملف المغربية يكون عنده أكتر قوة من السابق لأن الناس خدامي ليلة نهار على ضد هذا الملف هذا واللي بغي نطعمه وخاءنا الحمد لله كنشوفوا أن هناك انتصارات دي المغرب في هذا المجال هذا وعني اعترافات جات على طرف لسان الداعمين للجبهة من الجنارات الجزائر الاعترافات دي الفشل دي لهم يعترفوا بها وهذا الشيء بداية ان شاء الله الانتصار لإعادة الصحراء المغربية بالزاف الناس يتكلموا معي ويقولوا اللي اش دخلنا فالصحراء اش نخدنا منها اش نخدنا منها ما غاديش نخدو دابا غادي نخدو منين غادي نرجعوها لأنه واحد البلاسة اللي هي كبيرة بالزاف واللي هي فيها قمة ديال تبارك الله ديال التروات اللي غادي ترجع للمغرب بالنفع فعلا المغرب خسر فلو صحيحة في الصحراء فالتنمية ديالها بزاف الأمر هذا مش مشكلة ولكن نهار اللي غادي ترجع تولي جزء ليتزاء من المغرب فهنا غادي تكون ديال الساعات غادي نستفدو منا كاملين كشعب صحراوي وكشعب مغربي بصفة عامة لأنه غادي تكون استثمارات قوية من جميع دول العالم وأكيد غادي تكون يعني واحد النهضة قوية وحتى ديال التنمية في البلاد اللي ضروري وضروري غادي تستفدو يعني المواطنين بصفة عامة من هاد المسألة هادي وأنه كنأكدكم أن يعني يستفدو لأنه عارفين احنا ما كنتكلموش للحكومات المتعقبة ديالنا الضالمة اللي كتشفرنا واللي ما كتنهب المال العام هادا كلم آخر هاتشي احنا عارفينو يعني الحكومات بالرغم الاستثمارات في الصعر والذيك شي كين الفلوس ولكن الفلوس كتصرف بطريقة غير عقلانية وبطريقة يعني كيضربو الجيب ديالهم وكينسو الشعب ديالهم هاتشي رحنا عارفينو كنتفقو عليه كامل ولكن الحاجة اللي كتهمنا ان شاء الله أن هاد الميلف هذا الحال اللي هو كيشكل شوكة واللي المغرب كيشوف المغرب بصفة عامة كيشوف الخريطة كاملة اي مغرب كتكلم معك يقول الخريطة تبدأ من طنجة وتنتهي في القوارة اي مغربي عندو هاد الكلام هذا ومني كيشوف الخريطة ديال المغرب مقصومة في شي بلاد من البلدان العالمية فكيتقلق وكيصيبوا واحد النوع ديال الغضب الكبير اي مغربي حر غير على بلده فصراحة هاد الفيديو اني كان خستين تقاسم معكم ونتقاسم معكم هاد الشي هادا اللي وقع في مخيمات تيندوف كانتمنى انكم تكترون اللايكات بززاف اللايكات بزاف والبرتاج الفيديو لان هذا فيديو خصو يوصل ويكبر لماذا باش الناس اللي بغوا يطيحوا هاد الفيديو هادا ما يقدرش يطيحوه إذا عطيتوا لايكات بزاف وكبرتوا لان المحتوى هادف كانت قاسم معكم تحياتي لكم محبين قناة كريم كاسر إنما كنتم شكرا على المشاهدة ورح يبقوا بكم مشترك جديد فيديو القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته